موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة اهلا بكم ونبدأ بالعنوي قتلى وجرح في معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث والجيش يستهدف امدادات الدعم منظمة دول غرب افريقيا تعرب عن رغبتها في الحل السياسي لازمة النيجر وواشنطن تحضر المجلس العسكري من فاغنر روسيا بلاروسيا تجري مناورات عسكرية قرب بولندا ولتوانيا وورسود تعزز قواتها على الحدود موسيقى على وقع التوتر مع الفلبين بكين تقول ان بحر الصين الجنوبي ليس متنزها للبلدان الواقعة خارج منطقته موسيقى أفاد مراسل الغد بان معارك طاحنة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وأشرت لجنة نقابة أطباء السودان إلى تعرض أحياء مدينة أم درمان لقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة اشتباكات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع شهدتها مدينة أم درمان استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة حسب نقابة الأطباء السودانية وأدى إلى تزايد موجات النزوح الجماعي لسكان الأحياء المتضررة قوات الدعم السريع قالت في بيان لها إنها كبدت الجيش خسائر بشرية فادحة بلغت عشرات القتلى والجرحة فيما أكد الجيش أنه قضى على العشرات من قوات الدعم السريع وأنه يقوم بعمليات تمشيط بأحياء في أم درمان هذا وأصدرت لجنة نقابة أطباء السودان بيانا قالت فيه إن مشافئ أم درمان بحاجة عاجلة جدا إلى كوادر جراحية وإلى التبرع بالدم مضيفة أن هناك حاجة ماسة كذلك إلى استوانات الأكسجين والمحاليل الوريدية مناشدة كل من يستطيع المساعدة أن يقوم بذلك يأتي هذا بينما حذرت منظمة إغاثة من خطر تفشي الأمراض نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع الخرطوم وأفاد بيان صادر عن منظمة سيف ذا تشيلدرن أن ألاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم مشيرة إلى عدم ساعة المشارح لحفظ الجثث وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد بالمشارح وسبق لمنظمات إغاثة دولية حذرت من أن موسم الأمطار في السودان الذي بدأ في يونيو يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا خصوصا في ظل توقف أنشطة التطعيم ضد الأمراض وأسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد بحسب أحدث إحصاءات للأمم المتحدة أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع انضمام ما تسمى بقوات درع السودان بكامل قواتها وعتادها إلى صفوفها وأكد قوات الدعم السريع أن هذه الخطوة تشكل إضافة عسكرية نوعية مهمة في هذا التوقيت الحاسم ينضم إلينا من القاهرة لواء ببكر إبراهيم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة لواء ما هي القيمة العسكرية لدرع السودان أو قوات درع السودان أنا لا أعتقد أن لديها غيمة عسكرية الآن هي قوات منشأة بواصفة باستخبارات الجيش السوداني لمرحلة ما بعد الانتصار إذا كان بواصفة برسورخان على أساس أنه كان ممكن أن يقوم وجود حتى ولو انتصرت بتعمه السريع كمغايبة وأن يكون هو الحاكم للسودان وأنه يكون الدفاعي برهان بالاشتراك مع المخابرات تم تقوين هذه القوات وهي قوات تصف إلى 75 ألف لكن هي قوات تحت الإنشاء حتى تدخل داخل الكيش المخترح الذي كان من المخترح أن تكون قوات الدعم السريع هي العماد حق له لكن المرحلة غاعة أن يكون هناك أن لا يكون الجيش الجديد كله من الدعم السريع فكونا هذه القوات كقطوة أولى لكن هذه القوات تحتاج للتدريب تحتاج للإيهاد تحتاج للعربات الآن صحيح أن كان هناك تخرج أو إعلان عن هذه القوات وكانت هناك عربات حوالي 35 عربية وبعد الأسلحة لكن بالتأكيد الجيش محتاج لهذه الأسلحة وجمعها العبيد الذي قادم من فقط البطانة هو الذي أعلن يقال أن هذا هو بعد الهزيمة التعمل السريع وفشل التكتب نفسه قام هذا النبيب ويغاجنه وفصل على المدوبة وأعلن انضمامه للدعم السريع ذلك هو أساسا على خلاف هيدولوجي مع الدعم السريع هو أكونا على أساس انتفاقية الزبع لم تراعي انتفاق الميلة وتقان الشماليين لذلك كان المفروض أن يكون هؤلاء تعادل في الجيش الذي كانوا يريدون تكوينه وبعد انتصار الانجلاب القاضي الآن هذه العملية أنا أفكر عملية إعلامية وليس لديه جيش جيش مقدرب ليس عليه لعساس أنه هو مشروع مستقبل وآخر أن الكنترول على هذه القوات من الاستقبارات العسلية سيادة ما دلالات اجتداد المعارك خلال الأيام الماضية وحتى هذه الساعة وأيضا انتشارها في أكثر من موقع لم تكن به معارك قبل ذلك الانتشار الواضح أن له علاقة مباشرة مع التطور الإيجابي في موقف التصاوض وهناك مباشرات أن الدعم الشريع على أن يبدأ المتحاف من السكنات المواطنين والدواوين الحكومية كبادرة ليس كبادرة إنما على أساس الكثيفة التي غامت به الغوات المسلحة الغوات المسلحة كانت تقول أنها قد أوصلت الدعم الشريع لمرحلة الإنهاك لكن تعلمت الغوات الدعم الشريع بأنها لم تتخرج من الجيوت والأماكن الحكومية إلا بمقابل هذا دفع الغوهان الاستجابة لطلب القائد الميداني لمنطقة الضرمات وهو الفريق ياسر العطاء الانتقال إلى أحباهم قوة تدميرية التي طلبها وهو ما يؤرز بفكة اللجام وهذه هي عملية فكة اللجام قوة تدميرية قصوى في المنطقة التي تم استهدافها في الضيران هذه جيوت شعبية ليس لها قيمة من ناحية بنيات أساسية للأسف الخطأ استراتيجي قام به تعمل سريع تمركزه في هذه المنطقة بكسابة سبيرة ليفعل ذلك يحاول أن يحصل على نجاح الأرض أشكرك أشكرك مبكرا إبراهيم الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من القاهرة كما ينضم إلينا من القاهرة أحمد الدفينة رئيس قواء الوفاق الوطني السودانية سيد أحمد أيضا في ظل اجتداد المعارك في الخرطوم أو في مدن الخرطوم دائما عندما تشتد المعارك يتم الحديث على نوم من أجل تحسين المركز التفاوضي ولكن لا يتحدث أي من الطرفين عن القبول حتى بالتفاوض طيب أولا التحية لك وعبرك التحية لجميع مشاهدي قناة الغد دعني أولا ترحم على شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة ومن المدنيين ونتمنى عاجل الشفاء للجرحة نعم الوطع الآن مختلف تماما هناك يعني هي ليست بالقوة المميتة الكاملة ولكن هي أشبه بذلك ما يحدث الآن هو عملية تنظيف لولاية الخرطوم أو لمدن الخرطوم الثلاث ابتدأت الآن بأمدرمان شاهدنا ذلك تماما تم تطويق قوات الدعم السريع في منطقة أمدرمان القديمة ما اضطراهم إلى أن يطلقوا قزائف في مناطق عشوائية بها مدنيين نتمنى عاجل الشفاء للجرحة ونتمنى جنة والخلود لمن استشهد اليوم محاولة من الدعم السريع لأن يفك الخناق حوله ولكن للأسف لم تأتي كلها ما أدى إلى ضبط العميد صلاحة وأيضا قتل قائد ميداني من القادة الذين دخلوا إلى مطار مروي معه 20 من الحرس هي الذي تمت هو نظافة الآن لمدينة أو محلية مدرمان الوضع الآن سيستمر في مدينة مدرمان إلى المحلية الثالثة وهي محلية مبد ومن ثم سيتم الانتقال إلى الخرطوم وبحري ولكن سيد أحمد المعلومات التي تأتي حتى عبر وسائل العلام تتحدث على أن هناك اشتباكات ومعارك متبادلة أو ليس كما تتحدث بأنه محاولة لتنظيف هذه المناطق وكأن المعركة من طرف واحد هي أيام فقط الآن تفصل عن نظافة مدينة أوندرمان ليست أكثر من ذلك وإذا استمر الجيش بنفس النهج ربما تكون ساعات هذا الأمر الذي نشاهده الآن والذي نسمعه أيضا من أقرب الناس موجودين في تلك المنطقة من سكان مدينة مدرمان نعلم ما يدور الآن لأنه لدينا أهل موجودين في داخل مدينة مدرمان ما ينقله لك هو من صادر الشخصية وخلاف ما ينقله الجيش أيضا هو تعزيز لما ينقله تنقله قوات الشعب المسلحة الدعم السريع الآن هو يحاول أن يجد بصيص أمل عبر خلق مسرحيات مثل مسرحية كيكل إلى خلافه ليبدي شيئا من النصر لا يوجد الآن انتصار هو قائد قوات درع السودان نعم هذا الشخص إضافة لحديث سعادة اللواء هو أساسا كان موجود في هذه المعارك من البداية كان موجود في منطقة شرق النيل في بحري وكان قائد في تلك المنطقة هو لوحد وليس معه يعني معه قوات ولا توجد معه يعني وليس معه أي شخص حتى تكون له قوات الآن تسمى بدرع المسمى الذي يسمون بأنفسهم هذا الشخص موجود ولكن أعلن الآن سيد أحمد في المقابل الدعم السريع يتحدث على أنه يحقق انتصارات في درفور وتحديدا في وسط درفور شهدنا ليلة البارحة ويوم عمس أيضا أن الجيش استطاع أن يحرر المدينة زالينجي الجيش يتحرك بدراسة وبعناية هو يعلم أن هذه هي حر هناك استراتيجيات ما يفعله الجيش هو استراتيجية ما أدى إلى أن الجيش في الأول كل الناس كانوا يتحدثون عن الجيش مدافع الجيش يدافع فقط ولا يتقدم لا أن الجيش في الخرطوم هو من يهاجم وبالمقابل الدعم السريع هو لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه بالتأكيد أن لدى الجيش الكثير من استراتيجيات الحرب الكثير من الخطط التي يستخدمها سوى إذا كان في دارفور أو في خلافه أو في أي بقع من قاع الأرض الجيش السوداني لديه ممارسة مئة عام لديه إرث تاريخي فهو يجيد هذه العمليات ويجيد الحرب بشكل كبير جدا هناك قيادة متكاملة وقيادة موجودة لدى القوات المسلحة تضع الخارطة وتضع الخطط وهناك من ينفس هذه الخطط بكل يعني بالشعر زي ما أقول كذا وبالسبب ينفسونها تماما ولكن التخوف عند البعض سيد دفين تحديدا من قدوم الخريف إذا استمرت هذه المعركة فتزداد المعاناة لدى سكان هذه المدن أو لمواطني السودان طيب ما يخص بقية الولايات هي في وضع نوعا ما جيد هناك قرارات طلعت اليوم من رئيس الوزراء بإحفاء عديد من السلع من الجمارك هذا يدل وأيضا إحفاء منتجات الزراعة إلى هذه الأشياء إحفاء من الجمارك تماما هذا يدل على أنه هنا ستكون موسم زراعي ناجح بإذن الله تعالى أستاذ العزيز الخريف هو إشكال بالنسبة لهذه القوات لهذه الماليشيا كيف لن تستطيع أن تأتي بإمداد عن طريق الأرض لا يوجد أمامها الآن إلا أن تأتي عبر الطرق الرسمية وهي الطرق المقفلة من الجيش لا يوجد إمكانية للتهريب الآن عن طريق الأرض الفضاء الجوي الآن كله مراقب من الطيران السوداني والخريف هو الآن نقمة على مليشيا الدعم السريع وإن شاء الله سيكون هذه من بشريات الانتصار القوات المسلحة شكرا سيد أحمد الدفين رئيس قواء الوفاق الوطني السوداني كنت معنا من القاهرة قال المتحدث باسم الرئيس النيجري إن الرئيس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس التي يرأسها يفضلان الحل الدبلوماسية والسلمية للتعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر يأتي هذا قبل الاجتماع المرتقب لقادة إكواس المقرر الخميس المقبل في أبوجة لمناقشة تطورات الوضع في النيجر بعد أسبوعين من الانقلاب وأشرت المجموعة إلى فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات على ارتباط بقادة الانقلاب قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانك إن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر وأكد بلينكين على دعم واشنطن لجهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري وحضر من أن مجموعة فاجنر الروسية المسلحة تعمل على استغلال الانقلاب العسكري في النيجر مستبعدا في الوقت نفسه وقوفها أو روسيا خلف الانقلاب بدورها حضرت حضرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولند قادة المجلس العسكري في النيجر من الاقتداء بدول الجوار في التعاون مع فاجنر ومع استمرار المشهد المأزوم في النيجر تزداد حالة الترقب بشأن احتمال تدخل مجموعة إكواس عسكريا في النيجر وفي غضون ذلك اتسعت دائرة انتقادات بعض الدول الافريقية لهذه الخطوة العسكرية المحتملة وهكذا وصل الانقلاب يوناب النيجر إلى نقطة لا عودة عن انقلاب يوم العسكري هكذا اذن خابت جميع المساعي والحلول الدبلوماسية حتى الان لقد دخلت النيجر منذ اللحظة الاولى من الانقلاب إلى متاهات التصريحات الافريقية والدولية فضلا عن ضبابية ما يمكن أن يكون عليه المشهد النيجيري القادم واحتمالية التدخل العسكرية إنه الانقلاب الفاصل الذي استدعى الترقب مع انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس قالت مجموعة ايكواس إما أن يعود الرئيس المخلوم محمد بازوم إلى السلطة وإلا فإن القوة العسكرية ستكون في انتظار الانقلابيين تقول المواشرات إن الانقلابيين ليسوا على استعداد للتراجع وما بين هذا وذك تتأرجح مسارات الحلول بين دبلوماسية عبثية وتدخل عسكري افريقي لا يبدو أنه قابل للتنفيذ السريع في ظل رفض بعض الدول الافريقية من بينها نيجيريا وبوركينفاس ومالي نهيك عن التشاد والجزائر ما سيخلق تحديا آخر أمام مجموعة ايكواس لتبقى جدلية التدخل العسكري مهيمنة على المشهد المتفلت في النيجر تتمازج إذن الاضطرابات السياسية المتصاعدة داخل آكواس مع وضع عسكري مأزوم في النيجر وفي الخلاصة الحالية فإن التهديد الافريقي بتدخل عسكري في النيجر يبقى في حدود الإيحاء والإشارة في هذا الإطار قد يفتح باب التدخل العسكري أبوابا أكبر للسحل الإفريقي ويدفع إلى حالة فوضى وحراك شعبي بدول إفريقية أخرى هنا ستكون مهمة مجموعة آكواس أكثر صعوبة وأكثر ترددا لناحية تنفيذ تدخلها العسكرية ما يعني أن انقساما إفريقيا قد بدأ يلوه في الأفق بعد الحديث عن خطورة هذا التدخل العسكري بات واضحا على ضوء ما سلف أن الانتقادات لهذه الخطوة العسكرية المحتملة تزداد وتتوسع على المستوى الإفريقية لقد أشارت بعض هذه الانتقادات إلى ضرورة إعادة النظر في التهديد العسكري ووضع الخيارات السياسية والدبلوماسية بسلم الأولويات حتى أن مالي وبركين فاسو هدثت بالانسحاب من آكواس واعتبار أي تدخل عسكري يزداد المأزق الإفريقي إبهاما وتعقيدا على وقع تضارب التصريحات والشقاقها عن بعضها بعضا ومن منطلق تفكيك المشهد وتركيبه فإن شكله الحلي سيكون على هذا النحو المهلة انتهت في النيجر هذه نقطة أولى هاكواس ما يزال تهديدها بالتدخل قائما وتلك نقطة ثالية أما ثالث النقاط فإن هناك عدم توافق إفريقي منسجم مع هذا التدخل أما الانقلابيون بالنيجر هم مستعدون للمواجهة المباشرة لأي تدخل خارجي وتلك معضلة عسكرية قد تدفع ثمنها دول إفريقية أخرى إذن هو مشهد متخبط متناثر للاتجاهات وهو ما قد يعزز اهتزاز قرارات أكواس ما بين أن تتدسل أو لا تتدسل تتقدم أو تتراجع عن تهديدها حزمة من التناقضات السياسية تفاقم الأزمة وتشير في أفضل حالاتها أن مجموعة أكواس لم تحسم أمرها النهائي وأن النيجر ما تزال في مهب ريخ الانقلابات حتى إشعار آخر مجهول ميسر ينظم إلينا من نيورك السفير كاميرون يوم الدبلوماسي الأمريكي السابق سعد السفير هل غيرت الولايات المتحدة من لهجتها وسياستها تجاه النيجر خاصة مع بداية الأزمة كان الحديث على أنه يجب إنهاء الانقلاف فورا ودعم الخطط العسكرية لإكواس أما الآن فيتتحدث عن الحلول الدبلوماسية أعتقد أن هناك حذر متزايد بدء من الواضح بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحة من المشاركة في أي عمل عسكري في النيجر لدينا قاعدة هناك هذه القاعدة لأغراض أخرى بالتأكيد ليس للمشاركة في أي تطورات داخلية في النيجر ثانيا أعتقد أنه من المفهوم عندما ننظر إلى هذا الأمر على أنه حالة تستطيع تعاون مع الشركاء من بينهم فرنسا تحديدا على وجه التحديد أيضا دول الإكواس وعلى ما يبدو بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت للبحث عن حل وتسوية لقضية النيجر بدون اللجوع إلى السلاح ومن الصحيح أن يتم العمل على هذا الاتجاه نعم ولكن كان في البداية هناك رفض من الولايات المتحدة لفكرة هذا الانقلاب أو حتى للتواصل مع من قام به ثم صرحت الخارجية على أنها لديها اتصالات مع من قام بهذا الانقلاب أعتقد أنه كان هناك حالة من عدم اليقين من قبل ووجود التواصل لا يعني بأن هناك شرعية أو مساواة في التعامل من المهم الحفاظ على قنوات التواصل ذلك قد يساعد في تسوية القضية نعم هل الآن القضية هي عودة الرئيس المعزول أم عدم وجود روسيا وفاقنر في المقام الأول المثألة داخلية وقضية داخلية كانت هناك حكومة شرعية بالنيجر ومن الواضح بأن هناك تساؤلات دولية ولكن هذا ليس هو المحل الاهتمام الأول الأساس هو دور الذي ربما أن تلعبه في واجنر أو لا تلعبه هذا أمر ثانوي أيضا نعم إلى أي مدى هناك اتفاق مع فرنسا حول هذا التوجه والبحث عن حلول دبلوماسية خاصة وأن التصريحات تأتي من باريس أكثر حدة أشك بأن هناك أي اتفاق مع فرنسا في هذا الأمر أعتقد بأن هناك منهجية لكل منهما في حال لا أعتقد أن هناك خلافة لكن المنهجية لكل منهما تسير بتوازي مع الأخرى ولكن هذه دول منفصلة ولكن أتفاهم أنه ربما يكون هناك توافق نعم عندما تتحدث الخارجية الأمريكية على أن الحل الأفضل هو الدبلوماسية ما المقصود في مثل هذه المواقف انقلاب على رئيس انتخب شرعيا ما هي الدبلوماسية إذن هنا عندما ننظر في دول الإكوس ورئيس الإكوس لنيجيريا عندما تحدثوا عن مبادرة هذه المبادرة إذا ما قبلت أعتقد أنها يمكن أن تصنف على أنها حل دبلوماسي نعم هل الولايات المتحدة في هذه القضية بالفعل تبحث عن الدستور أو عن الديمقراطية أم تحاول أن تحافظ على مصالحها أعتقد أنه في الغالب بالتأكيد الدبلوماسية تتيح الوقت للوصول إلى حل عادل وصحيح وصليح ولكن لا يمكن تحقيق ذلك على الفور يمكن أن يتم تحقيق أفضل من ذلك في الوقت الحالي بدون النزام مع فكرة الوصول بشكل نهائي إلى حل عادل أعتقد أن خطوة الوسيطة يمكن أن تكون هي المحبذة في الفترة المقبلة عندما نجد الدول المجاورة للنيجر مالي وبركينا فاسو حدث بهما نفس الأمر وعندما ترفع الأعلام الروسية في بعض المظاهرات ببعض هذه المدن كيف تنظر الولايات المتحدة إلى ذلك بالأخذ في الاعتبار وجهة نظر الولايات المتحدة تجاه هذه الأعلام من الطبيعية أن يصلت الضوء على هذه الدول لأن هذه الدول فقيرة بالفعل لديها تحديات داخلية كبيرة متوسط دخل الفرد 600 دولار أمريكي سنويا وبالتالي ربما يرفع الناس أعلام قد يعتقدون أنها داعمة التحدي الأساسي هو التعاون مع شعب النيجر لأن يكون هناك مستقبل أفضل للشعب هناك هذا هو السؤال الرئيسي ولكن في معظم هذه الدول الإفريقية يتم توجيه اتهام للغرب والولايات المتحدة بأنها تركت هذه الدول بهذه الحالة وأخذت كل مواردها الطبيعية لتستفيد بها الدول الغربية والولايات المتحدة أعتقد أن هذا أمر صادم إلى حد ما فرنسا غادرت النيجر منذ خمسين أو ستين عام لا أقول بأن شعب النيجر في وضع جيد ولكن فكرة أنا لا أقبل هذه الفكرة بأن ليس هناك تغيرات كبيرة بمستقبلهم القضية مع فرنسا يمكن أن يتم حلها بطريقة أفضل بكثير بأن يكون هناك وضع أفضل ما هي رؤية الولايات المتحدة إذن للحل لا أعتقد أو لا أرى بأن هناك حل من الولايات المتحدة لمشكلة في النيجر أعتقد أن هناك حاجة إلى حل إفريقي مرة أخرى نعود للوراء نيجيريا بصفتها دولة جوار كبيرة أيضا الجزائر أيضا لديها حكومة قوية ودولة جوار هناك دول أخرى ربما مضغوطة أيضا مثل ليبيا بوركينا فاسو أيضا من الدول المضغوطة علينا أن ننظر ما يراه الجزائريون عملي والنيجيريا والإكواس ما يرونه عمليا وبالتالي يمكن أن نجد قواثم إيجابية يمكن العمل عليها السفير كاميرون هيوم الدبلوماسي الأمريكي السابق كنت معنا من نيويورك شكرا لك وفقت وزارة الدفاع البولندية على إرسال ألف جنديين إضافي إلى الحدود مع بلاروسيا بناء على طلب من حرص الحدود ويأتي هذا بالتزامن مع بدء بلاروسيا تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا ولتوانيا وكانت بولندا أعلنت أن ظهور قوات فاجنر الروسية قرب الحدود يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي منذ وصول الآلاف من قوات مجموعة فاجنر الروسية إلى بلاروسيا زادت مخاوف دول مثل بولندا ولتوانيا المجاورتين لحليفة موسكو من التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود فاجنر كما أعلنتها عدة مرات واستعدادا لأي سيناريوهات قد تطرأ استنفرت بولندا على حدودها مع بلاروسيا رئيس الوزراء البولندي وصف الوضع بالخطير وقال إن الأمر يشكل تهديدا إضافيا ويزعزع استقرار بلاده الوضع الآن أصبح أكثر خطورة لدينا معلومات تفيد بتحرك أكثر من مئة فرد من مرتزقة فاجنر باتجاه ممر سوفالكي لماذا؟ بالتأكيد هذه خطوة في اتجاه المزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية على الأرجح سوف يتنكرون في زي حرس الحدود البلاروسي ويساعدون المهاجرين غير شرعيين على الوصول إلى بولندا الرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشينكو كان قد علق قبل عدة أيام على تخوفات وارسو بشأن اقتراب مرتزقة فاجنر من مدينة جرودنو بلاروسيا بالقرب من الحدود البولندية قائلا إن بولندا يجب أن تشكره على إبقائهم تحت المراقبة لم تنتقل أعداد من قوات فاجنر إلى بلاروسيا وإن انتقلت فهذا فقط لنقل خباراتها العسكرية إلى الألوية البلاروسية المتمركزة في بريست وغرودنو يجب أن أدرب حداتي لا أريد الذهاب إلى الحرب ولا أريد أن يموت رجالنا ويرى لوكاشينكو أن فاجنر التي خاضت أشرس المعارك خلال الحرب الروسية الأوكرانية هي الأنسب لتدريب قوات بلاده لتعلن بلاروسيا من جانبها عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدود بولندا ولتوينيا حيث قالت وزارة الدفاع في البلاد إن التدريبات تستند إلى تجارب وخبرات من العملية العسكرية الخاصة وهو مصطلح تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا تشمل استخدام طائرات بدون طيار وكذلك التفاعل الوثيق بين وحدات الدبابات والبناطق الآلية مع وحدات الفروع الأخرى للقوات المسلحة وتجرى المنورات العسكرية في منطقة جرودنو ببلاروسيا قرب مماريسو فالكي ذي الكثافة السكانية المنخفضة الذي يمتد لمسافة 96 كم على طول الحدود بين بولندا ولتوينيا ويربطوا دول البلطيق الثلاث لتوانيا والأدفيا وإستونيا ببقية حلف شمال أطلسي كما يفصل بلاروسيا عن كيلنينجراد وهي منطقة عسكرية روسية شديدة التسليح تقع على بحر البلطيق ينضم إلينا ضيفنا من موسكو سيرجي ماركوفا عضو مجلس الدوم السابق من واشنطن جيم تونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق لسياسات أوروبا وحلف النيتو أبدأ من موسكو سيد سيرجي ما هو دور موسكو في الدفع ببلاروسيا من أجل إجراء هذه المناورات على الحدود مع بولندا إن بيلاروسيا دولة جوار لروسيا وهم يعتبرون أنفسهم جزء من روسيا السابقة ومن الشعب الروسيون نعرف أن هناك تهديد من قبل بولندا بولندا تحلم بأن تكون دولة إمبريالية وأن تستعدي بيلاروسيا بولندا أيضا تريد أن تفرض واقعا مختلفا في المنطقة ضد شعب بيلاروسيا هذا يمثل تهديد لبولندا ضد بيلاروسيا لذلك أن الجيش الروسي يستخدم فاغنر وهي من أفضل الأذرع العسكرية لتدريب الجنود في بيلاروسيا لمواجهة مثل هذا التهديد ولإجراء بعض العمليات في أوكرانيا فاغنر أدت إلى بيلاروسيا لمساعدة الجيش في بيلاروسيا للوقوف أمام الجيش البولندي الذي لديه هدف لشن هجوم عدواني ضد بيلاروسيا ندب إلى واشنطن سجم لماذا مناورات لبيلاروسيا تقلق النيتو والغرب بهذا الشكل؟ أعتقد أن هذا الأمر الذي تقوم به بيلاروسيا وبالنيابة عن بوتين حيث كان هناك تحولا في أوكرانيا إن أوكرانيا بالنسبة للغرب يرون بأن التدريبات مع مجموعة فاغنر تمثل تهديد على الحدود أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك غزو لبولندا ليس هناك أي تهديد لبولندا أعتقد أنه زميلنا فيما يتعلق بالتهديد في بولندا ما حدث بأن بوتين يريد تحويل في الهجوم في الشرق هو يريد زيادة التوتر هناك وهذا جانب نفسي أعتقد أن بوتين يحاول أن يقوم بهذه المناورة على الحدود مع بولندا بيلاروسيا إن بولندا دولة من دول النيتو ولكن الجنود في بيلاروسيا لديهم تردد كبير للمشاركة في هذه المناورة وأعتقد أن ذلك لن يكون له تأثير على المدى القريب سيد سيرجي تحدثت عن فاغنر وكأنها ما زالت أحد أضرع موسكو وكأنه لم يحدث تمرد وما تابعه العالم من القلق الذي انتاب موسكو من هذا التمرد حقيقة الأمر إن مجموعة فاغنر هي جزء من العسكرية الروسية مجموعة فاغنر هي جيش خاص ولكن يمكن القول بأن ليس هناك سر بأن هناك جيش خاص يتصرف بدون دعم من حكومة أيضا هذا حدث من قبل الولايات المتحدة وفرنسا حيث كان هناك ربط مع مجموعة مسلحة وهذه الحكومات نفس الأمر بالنسبة لمجموعة فاغنر والتي تأسست كمجموعة خاصة لعمليات عسكرية بالتنسيق مع الحكومة ومع مؤسسات خاصة ومع حكومات أخرى في الدول الإفريقية وهذا هو الدور الحديث لعدد من المجموعة الخاصة التي وجدت مجموعة فاغنر أيضا مرتبطة بشكل كبير مع الجيش الروسي أيضا نحن نعلم بأن كان هناك تعاون بين وزير الدفاع الروسي ومجموعة فاغنر ولكن هذا النزاع تم تسويته بنسبة 90% ما بين الرئيس الروسي ورئيس مجموعة فاغنر وأنا أعتقد بأن بشكل عام هناك مصالح مشتركة ما بين مجموعة فاغنر وروسيا في بلا روسيا سيد جم كيف ينظر حلف النيتو إلى فاغنر لأنه عندما حدث الانقلاف في النيجر تم الحديث من جانب واشنطن على أن هناك قلق من فاغنر بالإضافة إلى الحديث على وجودها في عدد من الدول الإفريقية وليبيا وسوريا وما تقوم به أو ما كانت تقوم به في أوكرانيا بالإضافة الآن إلى بلا روسيا وكانها قوات خارقة إن مجموعة فاغنر هي بعيدة أن تكون قوى خارقة مجموعة فاغنر هي مصنوعة من سجناء سابقين في روسيا وتيحت لهم الفرصة للقتال أو أن يمكثوا في السجن فاختاروا أن ينضموا إلى مجموعة فاغنر في دول إفريقية وفي شمال إفريقيا وفي أماكن أخرى لطالما وجدت هذه المجموعة وجدت النزاعات في ظل هذا النزاع هم يقفون في خلف المشهد فيما تعلق بروسيا والعمليات التي تشنها روسيا وحيث اعتقد بوتين بأنها إيجابية بالنسبة لروسيا لأن فاغنر تقوم بالأعمال القذرة التي يريد أن يقوم بها بدون بشكل غير مباشر وبالتالي بعض القوات العسكرية تنظر إلى فاغنر لأنها منافسة وعلى أنها ليست مؤسسة عسكرية محترفة وبالتالي هي بعيدة عن أن تكون مجموعة عسكرية محترفة لكنها مرتبطة بشكل كبير بروسيا وهي مصنوعة من قبل بوتين كما نرى حيث وجدت فاغنر نجد العنف سيد سرجي هل من مصلحة موسكو أن يحدث توتر على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ولتوانيا لا إطلاقا ليس هناك أي مصلحة نحن ننظر إلى قادة بولندا بأن هناك بعض المحاولات السياسية لزيادة التصعيد هي علاقتهم بين النيتو والروسيا والولايات المتحدة وروسيا لذلك فإن الروسيا تتوخى الحضر فيما يتعلق بتصرفاتها وسلوكياتها في هذه المنطقة الحدودية لأننا ننظر بأنه يمكن أن يكون هناك عمليات استفزاز غير متوقعة من بولندا وفي نفس الوقت أريد أن أعلق على زميلنا في واشنطن حيث تحدث خطأا عن فاغنر كمجموعة من المجرمين السابقين لأنهم مجموعة من الجنود والضباط السابقين والمجموعات الخاصة من العسكرية الروسية حيث روسيا لديها توجه جيد جدا تجاه فاغنر والجيش الروسي قد يتيح الفرصة لهؤلاء المسؤولين لمن يريدون أن يكملوا مستقبلهم العسكري في هذه المجموعة العسكرية وبالتالي هناك عندما حدثت المشكلة مع قائد هذه المجموعة هذا من الطبيعية أن يكون هناك حالة من البيروقراطية عند التعاون في مثل هذه العمليات فكما حدث مع إيلون ماسك من قبل مع الولايات المتحدة بنفس الطريقة مجموعة فاغنر تقوم بعملياتها من خلال ضباط سابقين من القوات الروسية وبالتالي نرى لها زهود داخلها سيرجي ماركوف عضو مجلس الدوم السابق من موسكو شكرا لك ومن واشنطن جيم تاونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لسياسات أوروبا وحلف النيتو شكرا لك أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بحر الصين الجنوبي ليس متنزها للبلدان الواقعة خارج منطقته وطالبت الصين الفلبين بسحب سفينة معطلة أوقفتها عمدا قبل عقدين في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بعد التوترات الأخيرة بين الصين والفلبين أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بحر الصين الجنوبي ليس متنزها للبلدان الواقعة خارج منطقته وطالبت الصين الفلبين بسحب سفينة معطلة أوقفتها عمدا قبل عقدين في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي الذي كان مصدر توتر في الأيام الماضية واستدعت مانيلا سفير بيكين غد تتهام الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زورقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأدن الجيش الفلبيني لاستخدام المفرط والهجومي لسفينة خفر السواحل الصينية لمدفع المياه لمنع زورق إمداد فلبيني من تسليم دفعة جديدة من القوات والطعام والمياه والوقود إلى منطقة المياه الضحلة التي تحتلها الفلبين في المياه المتنازع عليها وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحولفاؤهم الرئيسيون بما في ذلك أستراليا واليابان عن دعمهم للفلبين والقلق بشأن تصارفات السفينة الصينية الرد الصيني جاء سارعا على لسان وزارة الدفاع التي أكدت أنها ستقوم بواجبها بحزم لحماية سيادتها البحرية وشددت على أن الولايات المتحدة ليست طرفا في قضية بحر جنوب الصين ولا يحق لها فرض الإملاءات وكانت المواجهة المتوترة السبت أحدث تصعيد في السراعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والفلبين وفياتنام وماليزيا وتايوان وبروناي ينضم إلينا من بكين نادر رونجا الكاتب والباحث السياسي سيد نادر لماذا قرر بكين إثارة هذه القضية الآن مع الفلبين رغم قدمها؟ أهلا ومرحبا بكم فهذه مرة ليس الصين التي أثارت هذه الخلافات والمشكلة بل هي تجاهل الجن الفلبيني لتجاهلها للتحذيرات السينية لأن منذ 24 عاما وهذه السفينة السفلبينية معطلة الحربية في هذه الجزيرة وكذلك قبل تنفيذ هذه العمليات الصين قامت بالتواصل والتشاور مع الجن الفلبيني وأظهر أكبر درجة من النية الصادقة تجاهها ولكن الجن الفلبيني دائما يقوم تجاهل المحاولات الصينية وكذلك تستمير استمارت في التوطيد هذا النقطة التوطيد السفينة المعطلة وكذلك المحاولة الاحتلال هذه الجزيرة بشكل دائم وكذلك الاستمرار في نقل الأشخاص وكذلك التوطيد المنشآت من أجل الاستلاء على الجزيرة بشكل دائم ولكن سيد ندر هذه الجزيرة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ولم يحسم أمرها حتى الآن الصين يعني تدافع عن سيادتها وكذلك قد طرحت الصين كذلك السحب يعني حثت جنب الصين على الفلبين على السحب هذه السفينة المعطلة لاستعادة الحالة الطبيعية لهذه الجزيرة بدون أي المنشآت وكذلك بدون أي الأفراد ولكن الجنب الفلبيني تجاهل هذه الحضرات الصينية وكذلك الصين قد سمح بشكل مؤقت وساعد الجنب الفلبيني في نقل الأشخاص إلى هذه السفينتها المعطلة وكذلك التعهد الجنب الفلبيني لسحب هذه السفينة المعطلة منذ أكثر من 24 عاما ولكن الجنب الفلبيني لم يلتزم بتحوداتها وكذلك تقوم بشكل مستمير بتوسيع هذه النقطة من أجل الاستلاوة على الجزيرة بشكل دائم وهذا ينتهك السيدة الصيني ووحدة أراضيها وكذلك خرب الصبر الصيني وكذلك نيتها الصادقة تجاه فلبين لحل هذه الخلافات بين البلدين ولكن سيد نادر هذه الأزمة ليست الوحيدة في بحر الصين بالتأكيد تايوان على رأس هذه الأزمات بالإضافة إلى مشاكل أيضا مع كوريا يضاف إليها ما حدث مع الفلبين إذن هناك العديد من المشاكل في هذه المنطقة تايوان هي الجزء لا تجزء من أعراض الصينية طبعا وهي المبدأ الصين الواحد لا بد من الاقتزام بها وهذا كذلك معترفا بها الدوليا وأما مع الدول المجاورة فالصين كذلك لديها التوافقات بينها وبين الدول السيام وكذلك الدول المجاورة لبحر الصين الجنوبي حسب إعلان السلوك أطراف البحر الصين الجنوبي يعني الوضع العام مستقر رغم وجود الخلافات ولكن هناك بعض الدول سيد نادر رونجا الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بكين شكرا لك ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوين قتل وجرح في معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث والجيش يستهدف إمدادات الدعم منظمة دول غرب إفريقيا تعرب عن رغبتها في الحل السياسي لأزمة النيجر وواشنطن تحذر المجلس العسكري من فاغنر الروسية بيلا روسيا تجري مناورات عسكرية قرب فولندا وليتوانيا وارسو تعزز قواتها على الحدود على وقع التوتر مع الفلبين بكين تقول إن بحر الصين الجنوبي ليس متنزها لبلدان الواقعة خارج منطقته تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر